اه طيب اه هنشوف بعد كده وهنروح على اه كرة اليد سيدات كرة اليد سيدات يعني فيه هزتين حصلوا لعبنا اربع جوالات كسبنا اتنين خسيرنا اتنين واه احنا بنستعد المباراة الخامسة مع مدينة نصر ان شاء الله والمباراة تتلعب الساعة ستة بالليل يوم السبت على صارة الامير عبدالله الفيصل من مقر النادي الاهل بالجزيرة الفريق مفتقد طبعا كابتن الفريق واحد نجومه وكابتن عيد عبد الملك نصر عيد عبد الملك واللي تصابت في صباعها وهتضطر تعمل عملية طبعا صباع في ايديها اليمين اللي بتلعب به ودي يعني ازمة كبيرة لأي لعب يلعب كرة يد ولكن ان شاء الله ما فيش ازمة خالص مع نصر نصر منتهى الرجولة منتهى التحمل ان شاء الله تعمل عملية وترجع احسن من الاول واستضفناها من خلال الهاتف الحلقة اللي فاتت وعرفنا منها امتى تعمل عملية وهترجع ازاي ان شاء الله شهر ونص شهرين بالكتير نصر باذن الله ويكون في الملعب ومش محتاجة اأكد لحضراتكم ان اه فيه هزة اه فيه هزة وان السبب الرئيسي في هذه الهاتف الحلقة اللي فاتت وشرحناها باستفادة لو يعني عايزين تسمعوها يعني باستفادة على صفحتنا على الفيسبوك على صفحة قناة الاهلي دوروا على اللينك احنا اتكلمنا عن المنتخب وازاي اللعبة بتتمرن مع المنتخب خمس ايام في الاسبوع خمس ايام في الاسبوع وعشر لعبات من النادي الاهلي على قوة منتخب مصر بيطلعوا من المعسكر يوم الخميس بيتمرنوا معاك الجمعة بيلعبوا مباراة السبت فاذا الفرقة بتلعب معاك مباراة واحدة سوريا تمرين واحد فقط قبل المباراة وهو غير كافي بالمرة لاستعادة الهارموني او استعادة الانسجام بين اللعبين ايضا بين اللعبات والجهاز الفني واللعبات وبعضهم لانوا عارفين حضركم الجهاز فني جهاز جديد واللعبات عدد كبير منهم صفقات جديدة وايضا مصاعدي من النشآت محتاجين هارموني محتاج مطشات كتيرة فطبعا تمرينة واحدة ليلة المطش غير كافية الفرقة الاخرى بيشارك منهم لعب او اتنين او تلاتة بالاكثر في منتخب مصر ما عندهمش هذه الازمة اغلب الفريق بيتمرن قواه مسابت بيقدروا يعني يستعدوا بشكل جيد في الوقت النادي الاهلي بيحرم من عشر لعبين ولكن هو ده منتخب مصر واحنا ما عندناش اي ازمة من كده احنا بنقول اللي بيحصل يعني اللي الفرقة في هزة وتصور ان في الجد ان شاء الله اكيد هيوتاح للنادي الاهلي انه يستعيد لعبته ويتمرنه بشكل يعني جيد ولكن اتمنى لما نوصل لهذه المرحلة يكونش عندنا اصابات لانه الحقيقة تغير الاحمال التدريبية مع عشر لعبات من قوم الفريق روح يتمرنه هنا وييجو هنا وتغير الملعب والمعسكرات وتخلم المعسكر وتخلم معسكر ممكن يؤدي ذلك الى اصابات في الوقت اللي لعيبة النادي الاهلي او لعبات النادي الاهلي يعني مطالبات دايما بالفوز المركز الاول هو المركز الوحيد اللي بيعترب به لعيبة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي فايزا ضغط جامد عصبي وايضا طغط تدريبي في المنتخب والنادي الاهلي اتمنى نوصل لنهايات ان شاء الله بدون اصابات ان شاء الله ما فيش جد نصرة ويربش فيها وتعود بكل قوة